وبعيدا على قلق الناس من ارتدادات حرب غزة على أولويات العراق أكدت مفاوضية الانتخابات تحديد مراكز الاقتراع لتصويت الخاص ويشمل القوات الأمنية وقال عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي أن دوام وظفي مفاوضية الانتخابات مستمر على مدار الأسبوع حيث تم تحديد المراكز الانتخابية والمحطات ومراكز الاقتراع وتم تجهيزها للتصويت العام والخاص ونازحين وأضاف أن تصويت الخاص يكون قبل يومين من التصويت العام ويكون في مراكز الاقتراع وبعيدا عن الوحدات العسكرية فيما ستتم المباشرة بتوزيع البطاقات البيومترية الأسبوع المقبل